الأمر الثاني أن أصفار التوراة أصبحت قانونية أولاً وقت عزرة ونحمية تقريباً سنة 435 قبل الميلاد وفي سنة 90 ميلادية في مؤتمر اتعمل في منطقة في مدينة اسمها جامينيا دي في فلسطين والمؤتمر اليهودي ده أو المجمع اليهودي اسمه مجمع جامينيا قرر الأصفار القانونية بتاعة العهد الأديم من سفر التكوين لغاية سفر ملاخي تم كتابة الأصفار دي في تقريباً حوالي سنة 200 قبل الميلاد اللي هي في فترة انقطاع الوحي اللي هي 400 سنة قبل ميلاد المسيح من آخرهم النبي ملاخي لغاية مجيء المسيح لغة هذه الأصفار لغة مش عبرية زي أصفار العهد الأديم لكنها كتبت باللغة اليونانية والقدس جيروم اللي هيهم في القرن الرابع الميلادي فصل بينهم وبين الأصفار القانونية ما سمهمش الأصفار القانونية التانية لكن سمهم الأبو كريفا وقال أنه دي تستخدم كمستنى التاريخي فقط بالإضافة أن هذه الأصفار لا يوجد أي اقتباس في العهد الجديد منها للمسيح ولا التلاميذ اقتبسوا منها في حين أن المسيح والتلاميذ اقتبسوا حوالي 263 اقتباس من العهد الأديم وكان فيه 350 إشارة للعهد الأديم في الكتاب المقدس آخر حاجة أتكلم أوصفها الأب متى المسكين كتب في كتاب اسمه الحكم الألفي في طبعة سنة 1997 في صفحة 3 كتب كده قال إن كتب الأبو كريفا المزيفة فيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض ولكنها ذات منفعة تاريخية فقط كوثائق للدراسة وهي لا تصلح لتكوين عقيدة اشتركوا في القناة